كل نمو، لعبة تمشي، مدربين تمشي، جمهورة تشتري تلات شعر كمان وفيالسوف لا أنا أقصد دايماً المسؤول دايماً لما بيحصل بتحصل إنجازات أو بتحصل نجاحات لازم تنسب للجميع كل شارك ولما بيحصل إخفاقات برضو الجميع بيكون بشارك فيها يعني أي حد عنده مسؤولية لما بتحصل نوع من الهزات أو الإخفاقات بيطلع يقول بعتذر، أصبنا، أخطأنا، وفقنا، أخفقنا، تمام؟ مش ما لما بيحصل أي هزات ولا حاجة الكل هو الملام والكل هو المسؤول وأنا الواحد اللي كويس مدربين وحشين، لعبة وحشين، جماهير وحشة إحنا بس اللي كويسين، لدي مش مدرستنا خطو عشان كلا ما قلتلك الدوري بتاع سنة ستين أو الدوري الواحد واربعين لنا علمني حاجة حلوة قوي علمني إن فيه فرق جامل جدا ما بين القوة والبجاح فيه فرق شاسع ما بين الاتنين يعني القوي لما بينجح بينسب النجاح للجميع أو بيطلع يعتذر لو حصل إخفاق بيعتذر للجميع أو هي قوة ولا ثقة في النفس؟ ثقة في النفس؟ ما أنت طالما عندك ثقة في نفسك هتطلع تعتذر أو هتطلع تتكلم بشكل واضح لكن البجاح دايما هتلاقي دايما هتلاقي يا المشكلة في عم سباخ والسحر الاسود والأعمال يا المشكلة في معلول يا المشكلة في مثلا أحمد الشيخ يا في أزارو يا في أي حاجة أي مشكلة أي حاجة لكن احنا الحمد لله رب العالمين بنتعلم من أخطانة بندرس بنتكلم مع بعض بنشاور بعض بنرتب بنستعد وبعد كده التوفيق ربنا صحة الله هو الأساس يعني شاف إن التوفيق كان هو عامل كبير السنة دي ولا كان فيه شغل؟ ما فيش أي حاجة لو ما فيهاش توفيق كل حاجة لو ما فيهاش توفيق عمرك ربنا صفحة الله أو عمر النجاح ما يتكتب لك يعني أنت بتلعب كرة مش بالضرورة تبقى الأحسن على طول عشان تكسب مش بالضرورة أو العكس مش بالضرورة تبقى وحش أو واسف تبقى كويس وتكسب أو تبقى وحش وتخسر في أوقات كتيرة جدا 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 كنا نستحق المباراة وما استحقناش زي مباراة بيرامنس مثلا يعني نحن قسرنا مباراة بيرامنس وإحنا كنا الأفضل وإن الأحسن وعضعنا كتير جدا من الفرص لكن ما تكتب لنش نجاح فيها برهم انت عمل حالة السنة دي في الدور المصري؟ منافسة منافسة طبعا منافسة كانت كويسة؟ منافسة حتى انت قلتلي برضو السؤال ده لو تفتكروا قلتلي مين ومين ومين قلتلك الاهل بشخصيته يا الاهل بشخصيته والاهل يتغلب على الجميع بشخصيته واكبر مثال على فكرة اخر 7-8 مطشاط يعني انت في 8 مطشاط الاخيرة احنا كان عندنا مين؟ كان عندنا المصري وبعد كده طلع الجيش النجوم سموحة امبي اسماعيلي المقاولين زمالك بص 8 مطشاط عاملين ازاي؟ وانت مطالب بالفوس في كلهم كل المباراة فوز كل المباراة فوز عشان تحقق الـ 24 نقطة وتحافظ على فرق النقطة ساعتها يعني فيه فرق النقطة لينا واحدة بس ومطالب ان انت تاخد الـ 24 نقطة بس ده ما يمنعش